خلويني أروح لزميلي محمود جميل من العالمين الجديدة واللي هيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب مهرجان العالمين محمود مساء الخير عليك يا ليلة ومساء الخير على كل السادة المشاهدين برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة والحقيقة لأجواء الجميلة المبهجة لسه موجودة في مدينة العالمين في كل الأماكن الحقيقة من خلال التنوع المختلف والجميل في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ويعني طبعا زي ما كنتوا بتتابعوا أننا مبارح كنا بنعيش يعني ليلة رياضية فنية جميلة من خلال الاحتفال طبعا بالأبطال الأولمبيين وحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة الحفل الفني اللي هو ليلة الأبطال في المصرح الروماني في المدينة التراثية وكانت الفرقة المصرية للموسيقى والجناء اللي أحيت طبعا الحفل إمبارح والحقيقة كان فيه يعني اهتمام كبير جدا من الأبطال أنه هم يعبروا عن مدى سعادتهم بوجودهم في مدينة العالمين الجديدة وكمان يوجه الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالرياضيين والرياضة بشكل عام وبالأبطال الأولمبيين خلال مسيرتهم طبعا الأخيرة في باريس ورفع اسم مصر وتحقيق عدد من المدليات في الأولمبيات فالحياة مبارح كان يوم جميل جدا بالنسبة للأبطال الأولمبيين والنهاردة كمان يعني بنعيش بعض الفعاليات الجميلة اللي موجودة في المدينة أو المنطقة الترفيهية وخليني أبدأ معاك بالمنطقة دلوقتي أو بالفعاليات اللي بتنطلق حاليا وانا بكلمكم وهي الخاصة بالسرك القومي الحياة فيه فعاليات جميلة جدا ولزال السرك القومي بيواصل كل الفعاليات المستمرة يوميا على مدار اليوم في المنطقة الترفيهية بالإضافة كمان للفرق التراثية والطنورة اللي بتكون موجودة احنا النهاردة كان عندنا فرقة العريش للفنون الشعبية وعندنا فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة والحياة كلهم قدموا عدد كبير من الفقرات الجميلة الحلوة اللي تفاعل معها الحياة كل الجمهور الأطفال الصغيرين والأسر والعائلات كل الناس الحياة كانت مبسوطة وبتتفاعل مع الفرق لأنها بتقدم مختلف الفقرات الاستعراضية في المنطقة الترفيهية والفرق الحياة ده كله بيأتي في التعاون ما بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج ثقافي فني مستمر من أول يوم في المهرجان الحقيقة ومستمر لحد نهاية المهرجان سواء هنا في المنطقة الترفيهية أو حتى على المسرح الروماني في المدينة التراثية ويمكن أنا شايف عدد كبير من الأسر والأطفال اللي الحقيقة بيستمتعوا بكل الفقرات المختلفة لأن هنا فيه أنشطة كبيرة خاصة بالأطفال وكمان العجل وحالة الجو الجميلة الحقيقة اللي بيستمتع بها كل الأسر والعائلات اللي موجودة النهاردة كمان كان عمدنا زيارة مهمة لوزير الأوقاف دكتور أسامة الأزهري بصحبة عدد طبعا من الواعزين وأئمة وزارة الأوقاف من زوي الهمم والحقيقة يعني كان فيه لفتة إنسانية جميلة جدا أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هم يكونوا حرصين على تواجد الأئمة من زوي الهمم في شاطئ زوي الهمم اللي تم تخصيصه من قبل الشركة المتحدة للكدمات الإعلامية بالتعاون طبعا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتواجد زوي الهمم من الأئمة والحقيقة يعني لما كنا موجودين معاهم النهاردة قد إيه كانوا مبسوطين بفكرة تواجدهم وفكرة اهتمام الدولة بيهم واهتمام المؤسسات المختلفة سواء وزارة الأوقاف أو الشركة المتحدة أن هم يكونوا موجودين النهاردة ويستمتعوا بالأجواء الجميلة الموجودة في الشواطئ المختلفة في مدينة العالمين الجديدة وكمان التيسيرات والتسهيلات اللي بتتقدم لزوي الهمم الشاطئ اللي تم تخصيصه لزوي الهمم طبعا في بعض الممرات اللي تم إعدادها خصيصا لزوي الهمم عشان يكون فيه سهولة ويسر طبعا في التحرك فبالتالي كان فيه عدد كبير من زوي الهمم بالإضافة إلى وجود طبعا الطلبة في الشاطئ المخصص لهم واستمتعوا بكل المناظر الجميلة وبمية طبعا العالمين الجميلة فالحقيقة كانت لفتة إنسانية مهمة وطبعا وزير الأوقاف يعني عبر عن ساعاته بوجوده النهاردة في مدينة العالمين الجديدة ويمكن تم التأكيد على أنه هيكون فيه تعاون كبير جدا ما بين وزارة الأوقاف وما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة في كلال الفترة اللي جاية إعلاميا في إنتاج المسلسلات الدينية المختلفة والاهتمام بوجود الكوادر الدينية في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلينا أقول كمان النهاردة كان مستمر الفعاليات الخاصة بطلاب الجامعات اللي لازالوا بيقبلوا على الفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة وتحديدا في المنطقة الترفيهية في الملاعب المختلفة اللي موجودة فالنهاردة كان فيه مشاركة لعدد من الجماعات جامعة حلوان وجامعة عين شمس بس المميز النهاردة انه كان فيه مشاركة للوافدين من مختلف الجنسيات اللي طبعا موجودين في الجماعات المصرية فكان فيه بعض الوافدين من سوريا من فلسطين من السودان والحقيقة لما تكلمت معاهم يعني هما كانوا مبسوطين جدا بتواجدهم في مدينة العالمين وبيعبروا عن مدى التطور الكبير وحالة الإبهار الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة سواء من الأبراج أو حتى منظر البحر أو حتى حرص المؤسسات المختلفة أو المسؤولين عن إدارة المهرجان على تواجد الوافدين من الطلاب في تواجدهم هنا في مدينة العالمين الجديدة فكان فيه مشاركة من الطلاب الوافدين في ملعب كرة القدم الخماسي وفي الفنون التشكيلية وفي ملعب كرة الطائرة فالحقيقة كان فيه يعني إبداع كبير جدا من الطلبة المشاركين وده طبعا في إطار التعاون ما بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للكدمات الإعلامية ويمكن دي ميزة مهمة جدا في المهرجان أنه من خلال التعاون مع المؤسسات المختلفة أتاح الفرصة أن عدد كبير من الفئات المختلفة أو الأعمار المختلفة أن هما يكونوا موجودين يعني من أول ما بدأ المهرجان وشفنا التعاون الكبير سواء مع وزارة التعليم العالي مع وزارة الشباب والرياضة النهاردة مع وزارة الأوقاف وكل التعاون ده طبعا مستمر لأن إدارة المهرجان كل فترة أو كل يوم بتعلن عن مفاجآت جديدة داخل مهرجان العالمين الجديدة ويمكن طبعا تم الإعلان عن الاستعداد خلاص لحفل كايروكي يوم الجمعة الجاية والحقيقة الحفل ده بيمتظر عدد كبير جدا من الجمهور المحب وعشاء كايروكي ويمكن خلاص التذاكر يعني خلاص قربت على الانتهاء فده دليل على مدى الإقبال من الزائرين على الحفلات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة ومش بس كمان الحفلات ولكن الحقيقة الإقبال يعني أنا كنت بتكلم مع المواطنين من شوية أو من الزائرين اللي موجودين في مدينة العالمين الجديدة وقالوا أن هم كانوا يعني بيسمعوا عن مدينة العالمين الجديدة من خلال طبعا الرسائل المختلفة اللي بنقدمها من خلال قناتنا لكن أول ما سمعوا عن مدينة العالمين هم بدأوا ييجوا المدينة ويشوفوا وقالوا قدي أن هم مبسوطين بوجودهم في مدينة العالمين الجديدة وأنهم بيشوفوا فعلا بنفسهم حالة الإقبال الشديدة من الزائرين على مدينة العالمين في مختلف طبعا الأماكن اللي بتشهد الفعاليات المختلفة إحنا هيكون عندنا كمان عدد من الفعاليات اللي هتكون موجودة على مدار الأسبوع هيكون عندنا بعض البطولات اللي هتستمر في كرة الطائرة الشاطئية عندنا رياضة البراموتر هتكون مستمرة أيضا في مدينة العالمين الجديدة الأنشطة الخاصة بالأطفال هتكون متواجدة ومستمرة في المنطقة الترفيهية بالإضافة طبعا إلى الفقرات المختلفة لوزارة الثقافة كل يوم بالليل هيكون عندنا فرق فنون شعبية وفرق تنورة وعندنا فقرات السيرك القوم للحياة للأطفال بيكونوا مبسوطين بها جدا من خلال الاستمتاع بكل الفقرات المختلفة اللي موجودة ويمكن على مدار الأيام اللي فاتت كنا بنتابع معاكم مدى التنوع الكبير اللي بيتقدم لكل الأعمار اللي موجودة ويمكن مهرجان نبتة كان خير دليل على الفعاليات اللي بتتقدم لكل الأطفال والحياة فعاليات ما بتنتهيش ولسه طبعا إلى أيام اللي جاية هيكون معانا فعاليات كبيرة جدا وفعاليات أقوى وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية القوية جدا يا ليلى وبرجع لك مرة تانية في الاستوار يا محمود نتابع كل يوم من خلال مرسلنا في العالمين الجديدة اللي بينقلوا الصورة وكل الفعاليات والأنشطة اللي احنا شايفينها من بداية المهرجان لحد دلوقتي انا بشكرك محمود جميل مباشرة من العالمين الجديدة